كيف مارس يسوع المسيح السلطان أولا أحبائي نرى سلطان المسيح على الطبيعة على الطبيعة في قانون في نموس طبيعي الله خلقه لكن في نموس آخر فالمسيح هو الخالق فله القدرة أن يفعل ما يريد هذا من حقه وهذا من شرعيته في مرقص إصحاح أربعة حدثت عاصفة هائجة جدا على بحيرة طبرية وكانت الأمواج تضرب السفينة والأمواج في هذه البحيرة ممكن تصل إلى ارتفاع ست أمطار أحبائي فلاحظ أن يسوع المسيح كان نايم في مرقص أربعة في هذه الحادثة كان نايم في مؤخر السفينة وأجه التلاميذ أيقظوا أما يهمك يا معلم أما يهمك أننا نهلك قام الرب يسوع أمر البحر والريح أن يسكتاه وعلى فكرة هذا الأمر يعني اللي عايشين حول البحيرة أنا عشت هناك هذا الأمر يتم ليس تدريجيا كما يعني كما يحدث عادة لكن اللي صار في الحال في الحال هدأت الرياح والبحر في مرقص إصحاح أربعة فالسؤال كان ومكتوب تعجبوا إذ قالوا من هو هذا فإن الريح أيضا والبحر يطيعانه ثم أيضا في متة أربعة عشر مكتوب لقد مشى المسيح على الماء في وسط العاصفة الهائجة والأكتر أمر بطرس أن يمشي على الماء بل حتى عند صلبه أعلنت الطبيعة غضبها إذ كان في ظلمة كثيفة غطت الأرض وزلزلة عظيمة أحبائي حدثت المسيح بعد القيامة دخل العلية بعد لما ظهر للتلاميذ في العلية بعد القيامة دخل والأبواب مغلقة ثم صعد إلى السماء بسلطانه خلاف نوميص الطبيعة من قانون الجاذبية طبعا والأصعب اللي هو قانون الأكسجين لأن كل ما ارتفعت لفوق الأكسجين بخف حتى ينتهي ليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء ابن الإنسان الذي هو في السماء بتشوف سلطانه على الطبيعة لما الرب يسوع يبس شهر شجرة التين من شروشها من جذورها ثم ماذا مع المعجزة لما طلب من بطرس أن يلقي السنارة أول سمك بتطلع ما قالوش على المكان ولا الزمان ولا حتى نوع السمكة أو لونها السمكة اللي بتطلع تفتح فاهم بتشوف فيها النقود وطبعا آيات كثيرة فعلة يسوع المسيح سلطان على الطبيعة اشتركوا في القناة